نحو خمسة ملايين وخمسمائة ألف نسمة من أصل الستة ملايين يعيشون تحت خط الفقر في شمال سوريا حصلة آخر تقريرا عن حالة السكان في مناطق تسيطر عليها جماعة مسلحة مقربة من تركيا وبلغة الأرقام أيضا نحو ثلاثة ملايين شخص من هؤلاء يعانون فقرا مدقعا واقع يقف فيه أهالي هذه المناطق والنازحون إليها عاجزين عن تأمين قوت يومهم وإحنا معاقبين من ستشور لأنه طالبنا لحقوقنا الشعب إذا طالت في حقه فهو محرور من الطعام سياسة التجويع هذا لا يستخدمها إلا الطواغيت دائما تلما عمبنا رحش التنسين وما يقول هذا الإسلام هنا؟ هذا ما إسلام مشهد معاناة بات يزداد سوءا في ظل تراجع المساعدات الدولية إلى جانب فرض الفصائل المسلحة إتاوات مالية مرتفعة على البضائع والسلع الغذائية والتموينية لتأمين تمويلا يضمن استمرارها معاناة تزداد تبعاتها على النازحين مع تمسك الفصائل المسلحة بإغلاق المعابر لمنع عودة النازحين إلى منازلهم في القرى والبلدات المحررة وتركهم ورقة في أرويقة السياسة والملفات الإنسانية حاجة وضرورة وخطط من قبل المجموعات المسلحة المسيطرة على هذه المناطق لإبقاء هذه المناطق وأبقاء هؤلاء على خط الفقر ومنعهم من العودة إلى مناطق الدولة السورية وأبقائهم ضمن المخيمات في عملية ابتزاز واستثمار سياسي أيضا هناك رغبة تركيا بإبقاء هؤلاء وحالة الفقر التي هم عليها لأن هذه المخيمات عبارة عن مداج لتفريخ المقاتلين واستثمارهم وأجبارهم على التطوع لدى المجموعات المسلحة بشكل مباشر ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون مخيمة نزوح يقتنها قرابة مليوني شخص تشكل خزانا بشريا لفصائل مسلحة ترى فيها ورقتها الأكثر ربحا في أي تسويات مقبلة يدق جوع المطقع أبواب أكثر من 50% من سكان مناطق سيطرة المسلحين شمال غرب سوريا تقابله قيادات المسلحين بمنع أي تسوية أو حل إنساني أو سياسي لملف النازحين لما لهذا الملف من أهمية كبرى في مستقبل هذه الجماعات في أي تسوية سياسية محتملة للأزمة السورية رضا الباشا حلم الميدين